ففي عندك انتسار يا برج السرطان لاني شايف في منكم اللي الوضع كان عندهم مكركب يعني من زمان على طول الوضع مكركب حتى انهم ملوا وما بد يعني كأنه الامل باقى مو مستنيين شي بيقولوا نفس الشي راح يتكافف بس يعني انت بتستحق يعني لانه في انتسار جاي لك بالطريق يا برج السرطان وعلى طول يعني كأن اكيد في شغلات بتصير مع الناس وخيبات امل متل شي على طول عم يعمل علاقة بس عم بيصير نفس الشي شخص هذا متلا عم بيخونهم او ما عم يزبط الموضوع فمتل ما الامور بتصير فترة بتكون سيئة اكيد راح تطلع الشمس يا برج السرطان وان شاء الله تكون شمسك لفترة هذي اللي اني شايف في عندك انتسار يا برج السرطان بس انتبهلي شوي على عاداتك والشغلات اللي بتعملتك وطريقة التفكير فيما يخص الصحة يا برج السرطان اما ما هو عاقفي صراحة في عندي طاقات كتيرة وانا سحبت اوراق كتيرة فرح حاول يكون شاملة الشي اللي راح ينتبق عليكم خلولي اني عم شوف طاقات كتيرة في شغلات ما راح اتطرق الى لانه راح ياخد مني الموضوع وقت فرح نبلش يا برج السرطان شايفاك يا برج السرطان زعلان واخد جنب وعندك ورقتين للشغلة هذي وكأنك قاعد مع حالك لانك تعبت من الوضع كأني شايفاك خرجت من علاقة وطلعت يعني كأنك خرجت من علاقة وطلعت ولكن انت طلعت زعلان او ممكن يكون الشي شخص يعني تركك او طلع من العلاقة ولكني حاس اكتر انه انت اللي طلعت من العلاقة هذي فانا شايفاك مختفي او قافل كل الطرق تواصل كأنك عاطي ظهرك يعني قافل كل شغلات التواصل مع الطرف هذي كأنك عاطي ظهرك لكل الشغلات وكأنك ما شايفوه واخد موقف لاني شايفاك تحملت كثير من الشخص هذا وشايفاك مبتعد ولكن حقيقة بعدك بتراقب نفس الشغل بعدك بتراقب الشخص هذا كأنك عم تخبي مشاعرك لاني شايفا انك انت بعدك بتحب الشخص هذا يعني فيه من كون لي واكتر اللي بيحبو الشخص هذا كثير وبعدك بتراقبه كأنك بخبي مشاعرك او خايف الشخص هذا يعرف انك بعدك بتحبه وبتراقبه لانه الشخص هذا كان شي مهم بحياتك لاني شايفا فيه شي صار بيناتكم يعني شي صدمة تعرضطلة شي شغلة شي مشاكل صارت بيناتكم سواء كانت خيانة أو منفصال سواء متزوجين أو متطلقين أو اللي كانوا مع بعضون ولكن الغريب أنه شايف الشخص هذا متمسك بك حقيقة هو شايفك الشخص المناسب لي كأنك الإنسان اللي بتخليه حاسس بالفرح والتوازن يعني احتمال الشخص هذا ما كانش بيعاملك يعني مثل ما أنت تستحق أو كان مندفع لأنني شايفاه مندفع يعني في التفسير الشخص هذا شايفاه يعني مندفع كتير كأنه الإنسان بيعمل شغلات وما بيفكر في العواقب ولكني شايف الشخص هذا حقيقة مستعد الشخص هذا مستعد يعمل شغلات أو يدخل المعركة مشان يرجعك ولكني شايفاه بيفكر كتير في الشغلات اللي صارت الشخص هذا بيفكر كتير في الشغلات اللي صارت ووصلتكم لحالة انفصال سواء كنتم مرتبطين أو منفصلين أو متزوجين أو سواء تركك وإداك ظهره أو كان يعني مهتم بحياته أو راح تزوج أو التبط مع حدا أو ما كان مقدر وجودك ولكني شايف الشخص هذا يعني كأنه مرتاح بناجح فممكن يكون هو اللي نفصل عليك ولكني شايفاه بيفكر فيك يعني صراحة احتمال يكون بيفكر بس في الشغلات اللي صارت أو انفصال أو في تواصل روحي بيناتكم فاحتمال يكون شي طرف ثالث فات على العلاقة لاني شايفان يعني متمسك يعني بشغلتين ممكن تكون عمل وانت ممكن يكون شخص تاني مثل ما انتو شايفين ممكن يكون شخص تاني كذلك متمسك فيه ومش عارف ياخد قرار بيناتكم او متزوج وانت يعني ومش عارف يعني مين يختار فيكم او بيفكر يتزوجك بالاضافة للشخص اللي هو معه طراحة طالع للشخص هذا عم بيدور على طرق لا يتواصل معاك طرق جريدة يعني فستفت كتير الشغلات هذه الشخص هذا بيدور على شي طرق عشان يتواصل معاك هو يعني هو ما يعني لا يريد ان يأتيك هكذا ويقول لك اولي لا هو بده كأنه ما بده يعتدر يعني بده يجي هيك وتحكو مع بعضكم لا لا يقدم اعتدار ولا يفسر ولا يرجع للشغلات اللي صارت بيناتكم فكأنه احب بيدور على طرق جريدة اللي يتواصل معاك لاني شايفة فيه منكم اللي بيعمل جذب حقيقة في تواصل روحي عندي عالي وانا حسك يا برج السرطان كأنه منكم اللي حاسس انه فيه منكم اللي بيقول انه الشي اللي صار معه يعني بسبب سحر فيه اللي بفكروا هيك بسبب سحر اعمال او شايف انه اللي صار يعني بسبب شي شي حضام يعمل شغلات من وراكم يعني ممكن يكون فيه طرف يعني فيه منكم اللي بيعمل اعمال للشخص هذا حقيقة فيه منكم اللي شايف انه الشي اللي صار معه بسبب شخص عم يعمل له سحر اعمال برد النظر شو عملك الشخص هذا سواء كان تركك او طلقك ولقيته معه حدا تاني او قلب عليك اختفى ففيه منكم اللي بيعمل جذب وفيه اللي بيعمل اعمال للحبيب فالشخص هذا حقيقة هو شايفك شايفك شخص حنون ومتكامل وطيب هو بده يتواصل معك لانه شايف انك الحب يعني واضح انه الشخص هذا عرف قيمتك ولكني انا شايفك قافل على الشخص هذا قافل علي وعرطي ظهرك وعمل حالك مش فارقة معك كأنك يعني كأنك اختفيت عن الانظار يعني احتمال تكون تستنى الشخص هذا ياخد قرار بشي موضوع او يتقدم بخطوة عملية مش بالكلام فقط او حتى يختار بينك وبين حدا وبينك وبين شي شغلة لاني شايف الشخص هذا يعني بيفكه شو بيفكه 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 في زواج طالع علي ورقة الزواج الشخص هذا يعني كأنه بده يرجع لك بده يتزوجك كذلك عم شوف في بيناتكم اختلافات فجايز انتو بعيدين عن بعض كل واحد في بلد او كل واحد في محافظة لاني شايف فيه مسافة بيناتكم كذلك في اللي كان بعلاقة طويلة مع الشخص هذا مش قادر ينسى الزكريات احتمال يكون الشخص هذا من جنسية غير جنسيتك او تختلفون في عادات يعني والتقاليد حقيقة يعني بصراحة يا برج السرطان في منكن اللي حاسس حاله وحيد من الوضع يعني قافل على كل شي وخلاص دار ظهره كأنه فقد الأمل ويعني أنا بشوف انه يعني بعده بيحب الشخص هيده بس عم شوف حالته يعني حاسس بالوحدة فممكن يكون الشخص هيده يعني متزوج يعني انه طالع عليه الورقة هيده كتير او تزوج ولكني شايفها بعده متمسك فيك يعني ومتمسك يعني اذا كان حدا تاني يعني متمسك طرف التاني فممكن يكون مش قادر يعني ممكن يكون يعني مش قادر يختار بيناتكم او بفكر بالزواج منك يعني في وجود الطرف الثالث لاني شايفك تعرضت لخيبة امل كبيرة خلتك تبعد وتتغير وكأني شايفك مخبي يعني مخبي مختفي ومخبي حزنك جواتك كأنك حدا وحيد كأنك بغرفة وما حدا قادر يساعدك يعني انا حاسة انه الشخص هذا يعني محتاج مساعدة ودعم كأنك عم تسأل حالك ليش صار معي انا هذا الشي ليش حضي هيك ليش كل ما بلش الشغلة هادي يعني يعني بيصير هيك ليش ما في حض وليش ما في حدا ساعدني والشخص هذا شايفه كأنه عارف انه سبب لك حزن حقيقة حقيقة شايفة يعني عم شوف في حسرة قلبك كأنها يعني مخلية مكان لليأس شايفة الماضي مؤثر عليك أو الظروف اللي حواليك حاسك يعني حابب تغتاح كأنك رايد تروح على مكان تكون فيه لحالك لتغتاح يا برج السرطان وتستشفي وتضم حالك بحالك لأنه هذا هو الشي الصح انت لازم تعمل استشفاء لمنكن اللي في الوضع هيدا لازم اول شي تعمل استشفاء لحالك وتحب حالك فاحب بشرك انه فيه تغيرات جاية في طريقك يا برج السرطان فشو بيقلك تعرف الوضع هيدا انه المساعدة حواليك وافضل شي تعمله انك تتقرب من الله وتدعي وتعمل يعني تدعي يعني من قلبك جواتك وتفكر تفكير ايجابي برض النظر عن الشغلات اللي صارت لانه في النهاية الحزن ما رح يزيدنا غير مشاكل مرض وقلاق يعني ما رح يخليك تشوف الشغلات والفرص اللي عم تمر من جنبك فاحب بقلك انه فيه تغيرات جاية بحياتك يا برج السرطان لانه طالعلك ورقة الشمس طالعلك ورقة الشمس فيه احدات وشغلات ايجابية جاية بطريقك وهي علامة على فرحة لانه جاية لك ورقة الشمس ورقة الحب رح وريها لك يا برج السرطان انا صحبت ابراك التقنية حتى فسروا اكتر طالعلك ورقة الحب يا برج السرطان وراء ورقة الشمس فيه يعني شغلات جاية بطريقك وفرحة فالشمس رح تطلع ورح تضيء ورح تضوي طريقك يعني اما ستصبح العلاقة هذه اكتر انفتاحا او انها ستنتهي للسماح لعلاقة افضل للحصول عليها لانه الشمس هي تشير الى اشياء ايجابية احتفال ممكن خطوبة عمل يليق مقامك زفاف وفيه شيء فيه باب يا رشا الوراق المكانون فيه باحث رح ينفتح لك يعني الامور اجت مرتبة يعني مو معقول تكون صدفة يبرج السرطان فيه باب رح ينفتح لك شغل اجا فوق الشمس فيه باب رح ينفتح لك ففيه بداية جديدة او رح تلتقي يعني مع شخص قريبا شخص جديد وهذا الشخص سوف يوفر لك شعورا بالامان والاستقرار خليني شوف طاقتك يا برج السرطان حقيقة رح حط الأوراق عشان تشوفوها رح وريها للكون بالشيفة كأنه عم تفكر فيه عم تفكر بالناس من الماضي ناس كنت بتحبهم ممكن تكون العيلة لاني هذي قراءة عامة ممكن تكون العيلة او شخص انت حبيتك يعني كأني حاسة انه الشخص هيدا متزوج او انتو بعلاقة تولاتية لاني يعني حاسة انه الشخص هيدا يعني كأنه غير متزوج طاقة تولاتية لاني شايفات غير راضي غير راضي يا برج السرطان تماما على الشي اللي صار يمكن لانه كانت عندك امنية ضاعت لاني شايفاتك كأنك عم تفكر بموضوع يا برج السرطان يا برج السرطان كأنك بمفترق الطرق او عم تفكر بحدا بعيد عليك اكتشفت سواء انه متزوج او على علاقة بشخص تاني لاني عم شوف في مسافة بيناتكم احتمال كل واحد يكون في بلد او محافظة يعني المهم في مسافة او الشخص هذا بعيد عليك وطلع من حياتك ولكني شايفة بعده في تواصل فكأني حاسة انه انتو سلميت طالع لكم ورقة مرتين يا برج السرطان برج حنون شايفك رح تاخد موقف وهذا هو الشي الصح في عندك بداية جديدة في بداية جديدة جاية بطريقك فممكن مع شخص جديد يعني او شخص من الماضي يعني بعدته عن بعض يعني هيك ولسه في ذكري شايفة كأنك يعني عم عم تطالب يعني بعدالة او بحكم عم تستنى شي قرار فشايفك انا يعني مرتبط بالماضي وبعدك قاعد قابع فيه يعني كأنه لسه ما طلعت من الماضي بشكل نهائي كأني عم شوف في حالة حالة من الافتقاد يا برج السرطان شايفك بيتراقب الشخص هيدا وشايف انه الفرح كذلك في من كون اللي عم شوفوا تجاوز الوضع هيدا وصار الموضوع ما عم يفرق معوه وصار عم بفكر بحاله وبحياته وانا بهني الناس اللي بصلوا للنقطة هيدا خلينا نفزع بحب اقول شي كأني عم شوف يعني في من كون اللي متطلقين والشخص هيدا كأنه عم بفكر يرجع للكون فهي احتمالي كون تكونش في شغلة في الموضوع هيدا بالايام الجاية للناس اللي متطلقين القراءة هيدا رح تبتدي من من اتنين وعشرين الى عشرين او زيادة شوي في الشهر اللي وراه يعني في نوينبر ف يعني لاني عم شوف الشغلة هيدا ويردا عندي كتير رح نرجع لنكمل فمثل ما قلتلك والورقة للشمس كذلك قد تشير الى فرصة جديدة ستغير مسار حياتك يا برج السرطان لانه شايفة عندك في بداية جديدة وفي تجاوز العراقيل كانت واقفة بطريقك رح تتجاوزها او كانت واقفة بالعلاقة يعني ممكن تكون شي عراقيل واجهتك يعني شغلات بالعلاقة هيدى طعالك ورقة السبن مع اني شايفة في ناس يعني بعضهم شايفاهم متعلقين يعني متل ما عم تشوفو متعلقين بشغلة ممكن يكونوا متعلقين بشي حاضة من الماضي هيك او عم تشوف الموضوع هيدا معقد وانا برجح الموضوع هيدا اكتر هذا بيقلك الورق يا برج السرطان يدعوك الورق الى التفاؤل والاحساس بالثقة والشجاعة واتخاذ الخطوة التي يتطلب منك القيامة بها الان فكر في اللحظة هيدى ما تفكر يعني بشغلات لسه جاية بطريقك فممكن الامور ستنقلب لصالحك واتخاذ يعني الخطوة التي سيتطلبها منك منك انجازها يعني اليوم يعني انجاز الامور وانهاء ما بدأت في عندي ابراج حاب اقولون بش منزة يعني كل الابراج صراحة موجودة بس عم تشوف الطاقة الهوائية الكثيرة طاقة الترابية برج الثالث ميزان كذلك الميزان بصراحة موجود معنا ميزانيات موجودات عندنا في برج القوس والحمل والاسد الاسديون كذلك التوريون الجدي قلوني شوف الجوزاء صح الجوزاء موجود الدلو العقرب صراحة كل البطاقات موجودة بس شوف الحمل الثور الاسد الميزان الجدي العضراء الجوزاء يعني في بطاقات اكتر ففي عندك يعني بداية جديدة مع شخص تشعر معه بالامن والاستقرار يعني لاني عم شوفك لانك قادر على تخطي العقبات ولكني يعني شايفة ان الحبيب يعني متمسك يعني بموقفه وبفكر فيك كاني شايفة واصبح بعد وبعداني بطاقات